مرحبا يعطيكم العافية وسلام للجميع أنا دائما بحكي إنه تعليم الأطفال لازم يكون بالأكشن مش بالرياكشن يعني لازم تورجي ابنك مين هو لازم يكون مش لازم بس تحكيله فحبيت عطيك اليوم مثال على هذا الموضوع خليكم معنا قصتي مع والدتي يوم من الأيام أنا راجع من المدرسة في أحد الامتحانات أنا عادة كنت أجيب علامات ممتازة في أحد الامتحانات جبت 85 فكان وضعا ليس كويس تعرفوا عنا هنا 85 يعني فروحت تعليل على البيت وكنت زعلان أمي تطلعت علي قالت لي ليه تجيب 85 هل أنت كنت تعرف السؤال وما جوابته؟ قلت لها نعم أنا كنت أعرف السؤال لكن ما بعرف ليش ما جوابته صح يعني عارف الجواب وعارف الطريقة الإجابة بس ما جوابته صح صار في شيء ضربت الأسلاك فإجت قالت لي ماما في مشكلتين في الحياة في مشكلة ما بتقدر تحلها نهائيا ما بتقدر تحلها نهائيا وهاي المشكلة عيب وحرام أنك تتفكر فيها لأنه أنت مش هتقدر تحلها يعني الآن لو أنا عادت أفكر طول النهار وسترس ميسيلف وعملت كل المستحيل عشان أصلح مشكلة للسؤال ما حتصلح العلامة يمكن أنا أتعلم من خطأي بس العلامة ما حتصلح فهاي المشكلة مش لازم أنا أقعد أفكر فيها لا لازم أتعلم منها وأمشي في مشاكل كتير في الحياة ما بنقدر إحنا كأشخاص نحلها فالتفكير فيها بعمل لك سترس بعمل لك ضغط نفسي بعمل لك إحباط بعمل لك مشاكل عائلية ناس كتير بلقيهم بيحكوا بأمور سياسية لو فلان عمل هيك أنت مش فلان ولا أنت أصلا صوتك رايح لفلان ولا سمع فلان فأنت كلامك هذا لو فلان أو الرئيس الوزراء الفلاني عمل هيك أو الرئيس الفلاني عمل هيك أو الوزير الفلاني مثالي الأمراض التي تصيب الناس مثلا واحد صابه سرطان أنا لو أني ما أكلتش أنت خلص أنت صاب عندك سرطان الآن لازم تفكر الآن مش تفكر باللي راح اللي راح راح الآن لازم تتعلم من اللي موجوده كيف ترفع معنوياتك كيف أنك تعيش الحياة المبسوطة والمشكل الثاني اللي حكت لي ياها ماما المشكل اللي إلها حل وبتقدر تحلها وهذا منطقي وهذه المشكلة مش لازم يتفكر فيها قلت لها نعم الأولى فهمنا مش لازم تفكر فيها لأنه ما عندك حل طب الثانية ليش ما نفكر فيها إذا ما عندها حل قالت لي لأنه لازم تفكر في الحل مش في المشكلة فعلا هذول الكلمتين أعطوني دفعة كبيرة للأمام دائما أتعلم كيف أفكر في حلول المشاكل مش في المشاكل في ناس كتير للأسف بتحمل على نفسها تسترس من المشاكل الموجودة في حياتها ما بتفكر في الحلول ناس ما عندها دخل آه أنا ما عندها دخل أنا فقير أنا ما بقدر أسوي أنا مية طب فكر في حلول فكر كيف انك تروح تشتغل فكر كيف تلاقي شغل جديد كيف تلاقي صنعة جديدة كيف انك تجيب دخل إضافي هذه الحلول اللي ممكن تساعدك لو جلست طول النهار في البيت تعيت ما حتحل الموضوع فموضوع تعليم الأولاد كيف يتعلموا الاسترس مهم جدا وكيف يمشوا فوق الاسترس وكيف يدعسوا على الاسترس ويمشوا ويكملوا حياتهم هذا مهم جدا لأنه الاسترس للأسف هو أحد أكبر أهم الأسباب اللي بتسبب مشاكل نفسية عند أطفالنا وبتسبب عندهم حتى حالات الانتحار نعم يا جماع حالات الانتحار بيصير كثير عند الأطفال بسبب الاسترس الاسترس اللي احنا بنعتبره انه مش استرس يمكن ما يكون عنده مثلا صديق في المدرسة يسوي له هذا استرس كل الأصحاب عندهم أصدقاء فلازم نعلموا كيف تديل مع استرس كيف يتماشى ويتعايش ويغلب الاسترس مش يخلي الاسترس يغلبه ومش يخلي الضغط النفسي هذا يغلبه لأنه فعليا يعني بنسمع كل يوم حالات انتحار في المدارس وحالات قتل وضرب يعني الأطفال بيطلعوا في الشغلهم بالأطفال الثانيين كل هذا ناتج عن موضوع الاسترس سلام السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد اشتركوا في القناة